في أصعب مواقف قبلتها في التعليق أكيد طبعا فيه كتير قوي يعني جدا الهوى الهوى ومرعب جدا هقول لحضرتك موقفين سريعا الموقف الأولاني أنا كنت مقدم في التلفزيون موزيق مش معلقة موزيق وبعدين دخلنا متحان وكان له طبعا قصة بقى يعني بنقولها في وقت تلك ما عايز أسمحها أصلي فيه مغامرات في قبولك في الموزيق دي كتير لا أقولك حاجة مولتهاش قبل كتير طيب كانوا مقدمين الف وثمانمائة واحد الف وثمانمائة سبنا بقى المرة الأولية لما كنت أنا ظابط ومش عارف إيه بس هنجيلها دي عم انت بتاكلني في الكلام يا كابتن معهول قصة التانية دي الف وثمانمائة لما قدمت بقى رسمي ورق والحكاية ورق التانية دي كانت مدام همت شافتني وقالت لي تعالى والحكاية دي لكن التانية دي بقى قدمت مع النام كنتش أقدم الله بس اصحابي قالوا عم قدم